موسيقى عقبة بن عامر رجال الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عقبة أعطي من حرمك وصل من قطعك واحفظ من وعفو عم من ظلمك صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم عايزان مشاهدين ما نيجي نتكلم عن الحب هنتكلم عن هو ليه بقى عيد الحب عيد الحب علشان يرجع لي القديس فالنتاين اللي كان بيزوج العشاق في العصر الروماني والعصر الروماني كانت المسيحية متهدة فكان بيزوج العشاق سرا فعرفه فاتقبض عليه وتعدم فمن هنا جاء عيد الحب نسبة للقديس فالنتاين ولما جي أتكلم عن الحب لازم أتكلم عن الفن لما للفن من دور هام في انتشار الحب والتفاؤل لأن الفن كمان والغنى اللي احنا تربين عليه بيعمل زي حبل وصال ما بين قلوب العشاق وضيوفنا النهاردة هم من عشاق الأغاني شباب موهوب بيعشاق الأغاني وحبي شاركوا النهاردة في عيد الحب وحلقتنا النهاردة باسم يلا نغني في عيد الحب رحبوا معايا بضيوفي النهاردة علاء جابر ألني علاء يعمل في المجال الطبي محمد أبوزيد ألم يا محمد يعمل في المجال الطبي أحمد زيكو بيعمل في المجال الحاسبات الألية بداية يا علاء عايزة أقول لك مش هقول لك بقى الموهبة بدأت إمتى والأسرة التقليدية دي وعملت فيها إيه لأ عايزة أقول لك من قدوتك في الغناء طبعا بليخ حمدي بليخ حمدي طبعا ليه يعني اش معنى بليخ حمدي وفيه برضو ملاحلين بالطبع أستاذ بليخ حمدي هو قيثارة الشجن هو سيد درويش عصره لكن أنا عايزة أعرف فيه ملاحلين كتير اش معنى الأستاذ بليخ حمدي الأستاذ بليخ حمدي يعني يوقف جنب بمواهب كتير وساعدهم وبالتالي المواهب دي دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيت حاجة يعني مستوى راقي بقى نجوم بقى نجوم فعلا طب حضرتك هتسمعنا إيه هتسمعنا حضرتك أغنية حلوين من يومنا والله تفضل حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة بنقدم أحلى بقى نجوم فرحة ومعاها متمسة بقى نجوم فرحة ومعاها متمسة حلوين من يومنا والله والله ولوبنا كويسة شكرا يا سيد صلى الله أستاذ محمد أهلا بيك أهلا محمد عايزة أعرف أنت بتعمل في البجال الطبي إيه علاقة البجال الطبي بالغناء بحب الغناء أنا مثلا كتمريض ممكن مثلا أي مريض قدامي حالته النفسية مثلا تعبانة شوية وكده بقى له فترة كبيرة في المستشفى ممكن أرفع عنه بأننا مثلا أقول له حاجة مثلا ترفع عنه كأغنية وفعل بترفع عنه أكيد طبعا وحصلت قبل كده حصلت قبل كده ها والله حصل تفتت تسمعنا إيه أسمعك أغنية مرسال الحبيب تفتت أمان 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 حاببتي حاببتي شرطة ميلة فراغ وهكتب لي هكتب لي حروف اسمك ما هنتي في قلبي سكن القلب أعرف بسطة وحالي ومين غيرك ومين غيرك ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي ماني شعار دا جوابي دا جوابي كام ما عدتش بحسي بالصفحات ما عدتش بحسي بالإلا ما عدتش بحسي بالإطاع من الأوهام كفاية بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس أوش في حاله في بعادك لصال من الرب واستغفر لزنبه وصال دكراً يا محمد شكراً أحمد عايزة أعرف هو عيد الحب محتاج أن يبقى الحب لي يعني الحب محتاج عيد عشان نفتكره طبعاً الحب حضرك محتاج عيد عشان نفتكره عشان خاطر في زل الظروف اللي احنا بنمر بها ديت بنبقى حضرك محتاجين يعني يوم حتى ولو يوم واحد نعبر عن حبنا اللي بنحبه ودايماً حضرتك يعني الأعياد دي بتنشد فينا حاجات كتيرة أن احنا يعني أن احنا نحس على الحب بتنمي العلاقات بتنمي العلاقات اتفضل هتنمعنا إيه حذر كتيراً للدرجة دية بتغيب علي ويهن عليك دمعت عناية ويهن هواك خيف الأسية تاخد شوية من شو إليك اسأل علي وانت هنا حبيبي تعالى 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 بر الأمان بيناديك وتسير علي وترتاح في ظل حبيبي تعالى 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 لقلوب هنا بتحس بيك وتخاف عليك وبتوهبك العمر كله مستنياك يا روحي بشوق كل العشاء مستنياك تعبت تعبت من الأشواء مستنياك وانا دايب يعيني من الفراء حبيبي حبيبي شكرا يا أحمد شكرا علاء عايزك تقولي الشباب كلها عايزة تغني عشان الشهرة والفلوس رأيك ايه في موضوع ده؟ فعلا يا ظاهرة دي كترة تنتشرة قوي دلوقتي بس هو اللي المفروض يوصل للشورى اللي يستحق فعلا اه اللي يستحق لأن الفن مفوش وصايت يعني انت صوتك حلو هتوصل صوتك واحش مش هتوصل طب هتسمعنا ايه؟ ايه زي الهوى اوكي زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وآمي الهوى يا حبيبي زي الهوى وآمي الهوى يا حبيبي وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت الامر غنينا واسهلنا وحكينا وفعز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بيدي ماسك الهوى وآمي الهوى يا حبيبي آمي الهوى يا حبيبي شكرا شكرا يا حبيبي محمد فيه للوقت تريند على السوشيال ميديا اسمه كمامة القلوب تعرف في السوشيال ده يعني التريند ده يقصد بيه ايه كمامة القلوب دي ممكن يقصد بيه معنين اول معنى الكمامة مثلا نكون يحطوا عليها قلوب اه تاني معنى مثلا قلوب الناس الايام دي اغلبتها يعني سودة من جوة معظمها معظم الناس سودة ليه كده بقولك اختلف الطريق الاحتفال بعيد الحب السنة دي عن السنوات اللي فاتت يعني مش في ايه اكيد اختلاف يعني في تطور اه طيب هساب معنى ايه اغنية مغرم مغرم فاتت مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصابر فاواي دالين انت الحب وانت اللي نديت من بين الناس ونألت خراس وانت ابتهواني وفي يوم تنساني ولد اتي معاك طعم الاحساس من العين والليل والآه الصبر جميل الف الموويل والقلب يدوب يدوب يرتاح ليل يشوه مع صبر صباح قادرت انساني طيب انساني صعب نأنساك ونروح معاك وافضل انا داري حرتي وماراري وانت ولا داري يا ليل يا عين شكرا احمد عايزة اعرف اراك في الترند برضو اللي ماشي دلوقتي اللي كل مغني بياخد مراته او حبيبته على ستيج وبيغني انت معا ولا ضد هو حضرك زهرة جديدة لسه علينا الزهرة لها يعني شكين شك اجابي وشك سلبي الشك حراكي السلبي اه او نبتدي بالاجابي اه الاجابي اه نبتدي بالاجابي الاول الشك الايجابي لو في حضرتك اتنين مختلفين مثلا مرتبطين لما بيشوفوا مشهد زي كده بيبقى حاجة كويسة يعني انه ممكن يتصلحوا كده اه والشك السلبي ان حضرتك في الزمن السنجلة الزمن دول زمن السنجلة اه زمن السنجلة حضرتك يعني بتبقى ما يعرفش إنه يعني يقدم حبيبته يعني أغنية زي كده أو حاجة زي كده فتبقى حاجة يعني طب هتسمعنا إيه يا أحمد يزيكو يا زمن السنجلة تفضل ممكن عيون القلب تفضل عيون القلب صهرانا ما بتنمشي ولا صحيا ولا نيما ما بطرش يفوت الليل يفوت سهرة صهرانا على رمشي ونارمشي مداء النوم وهو عيون تشبع نوم ونارمشي مداء النوم وهو عيون تشبع نوم روح روح يا نوم منع حبيبي روح روح يا نوم شكرا روح علاء عايزك عارفت أنك عامل أغنية اسمها سكر مكرر كلمني عن الأغنية دي والله أنا كنت يعني عايدة أبدأ أن أنا أعمل حاجة وأبدأ أن أنا أظهر ففكرت واستشيرت ناس فيعني بعد ما استشرتهم والكلام ده أطلع من أطلع بقى جو النور لأن أنا عايز أعمل نفسي حاجة عايز أوصل لمكانة معينة فابطريت أن أنا أعمل كده أبدأ أن الناس تشوفها وتعرفني وبعد كده أعمل حاجة يعني إن شاء الله أعمل حاجة أحسن إن شاء الله طب نسمع جوز صغير بالأغنية طب نسمع يا مدرسة يا معلمة يا مدرسة يا معلمة يا حدة وجاية من السماء سكار مكرر مش هيتقرر سكار مكرر مش هيتقرر في الدنيا عام الملحمة وأمر ويعشر يا لدم أشر وأمر ويعشر يا لدم أشر والدم أعيون ما داشت أشر لو غبت أعبه الزلم أعبه لو غبت أعبه لو غبت أعبه عايزة في النهاية كده عايزة أسمع منك أغنية بقى في حب مصر إحنا بنغني النهاردة يلا نغني في عيد الحب طبعا مش هننسى مصرنا من عيد الحب يا مصر مين يقدر عليك ربنا أصلا حميك ما تشليش الهم أبدا ده اللي خالك مش ناسي والعمر يا مصر فكر يكسر كان غيره أشتر اللي يجي عليك يخسر ده انت قاوى جندي فيك يا مصر مين يدر عليك شكرا شكرا محمد يلا يحمد عاوزين أغنية برضو في حب مصرنا شكرا لأنك عظيمة لأنك عظيمة قدرتي تربي بفلوبنا العزيمة محيتي في لحظة محيتي في لحظة في عيوننا العزيمة رفعت الإرادة في أرض المدان لأنك جميلة لأنك جميلة عملنا حاجات كانت مستحيلة قالوا لك شبابك ضعيفة وعميلة رفضت الإهانة وتفتي كمان وقلت اللي ضحى عشاني بدمه وسب كل حاجة وكان انتهامه يجيب لي حقوقي من اللي بعوني ما نقول بيه ما نعصلي أمه شكرا يا عمد علاء أنت كنت عايز تختم بموال شعبي بما أنك أنت تحب المغيناء الشعبي تفضل بيسألون إيه جلالنا إيه اللي غير طبعنا وبيقولوا لنا اتقال لي خيرنا والرحمة راحت مننا حد فيكم جيوا سألنا عن عشيتنا وظلمنا عيشنا على عصبنا عمر الهم ما سابنا ولوم تعيشنا في بوق تسع وانتو تقولوا نصبنا دنيا وأسيا علينا من الغلب بتسقينا ولا حدش قال ملكو في مالله ولا تبطبط علينا شكرا أنا بشكركم بشكركم على الحلقة الجميلة دي وانتو شرفتوه عزي المشاهدين أنا بشكركم زي ما انتو شايفين خلي الصوت الحلو عليك وخلي ظهورك للمشاهدين علينا عندك موهبة صوت تمثيل ان شاء الله حتى رسم اي موهبة حاسس انك انت عايز تتشاف كلمنا على واتس هاب 0122 25 0122 77 25 0122 25 77 225 او رسلونا على صفحة الفيسبوك ميما الفايق بالعربي والانجليش عزي المشاهدين أنا بسعد بكم سعدت بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم اشوفكم الحد القادم ان شاء الله في نفس المعاد دمتم لنا تحياتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة